مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم استكملا بس لمقدمة الحلقة عشان محبناش ان احنا نطول لكن فيه كلام كتير جدا والأكتر من كلام علامات الاستفهام المتعلقة بموقف منتخب مصر للشباب اللي هيرجع بكرا ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة فيه طائرة خاصة بعثتها وزارة الطيران عشان ترجحهم لمصر ان شاء الله وكده بتنتهي فرص المنتخب في مشاركة لك الحقيقة وان كان فيه تخصير وان كان فيه اهمال سميه زي ما تسميه نرجو طبعا انه يتم التحقيق في الموضوع ويتم علننا بنتاج التحقيق ومين المسؤول عن هذي المهزلة انه منتخب يتم عداده لمدة اكتر من سنتين والولاد اللي يسفروا عشان يلعبوا يمثلوا منتخب مصر ويوصلوا لكاس امم افريقيا ومن بعدها كان عندنا امل كبير جدا في الجيل ده يوصل كاس علم للشباب يرجعوا كده يعني بدون ما يلمسوا كورة دي في حد ذاتها محتاجة حساب كبير جدا وفاتورة لازم حد يحاسب عليها لكن السؤال هنا ونحن لسه مش بعيد عن البطوات الافريقية ليه مصر وليه القائمين على ملف الكرة المصرية ما حاولوش يتواصلوا مع الكاف ويحاولوا على الاقل تأدير يأجلوا او يعني نشوف اي مخرج لهذه الازمة يتم ارسال قائمة جديدة من اللاعبين يتم صفر لعبين اخرين انا بعتقد انه كابتر ربيع عنده قائمة لا تقل عن ستين سبعين لاعب اختار منهم القوامة الاساسي المنتخب مصر وحضراتكم عارفين مثلا انه في الكونفدرالية بسبب ظروف الكورونا احنا كان عندنا كونفدرالية وتلعب قبل النهائي والنهائي في المغرب في بطولة مجمعة خارج المنصوص عليه في اللواحي الخاصة المنظمة بالبطولة عشان فيه ظرف استثنائي بطولة دوري ابطال افريقيا لما حصل مشكلة فيه فريق الرجاء واصيبوا بعدد كبير من اللاعبين يسارة بفيروس كورونا تم تأجيل اللقاء وترتب على ده تأجيل نهائي البطولة الفترة اطول من الشهر وبالتالي ليه ما تمش اختراح انه البطولة تكون مجمعة على مستوى المنتخبات التلاتة ومصر تقدر تلعب مطشطها بعد كده او على اقل تقديل دون مهلة نغير في قايمة الفريق بحيث يعني انا بفكر مع حضراتكم بصوت عالي ممكن تكون حلول غير قابلة للتنفيذ ولكن هو من اساس لم يتم طرحها ودي الحقيقة علامة استفهام تانية تضاف لعلامات الاستفهام المتعلقة بالتقصير في حق منتخب شباب مصر طيب انت بتتكلم على افريقيا صح وتأجيل البطولة بسبب كان في حالات كورونا في الرجاء والجداد طيب ما والاتحاد المغربي خد خطوة علشان يتم التأجيل لصالح فريق بلده واللي صالح المنتخبات دي هل الاتحاد المصري خد الخطوة دي وتقال له لا دي يسأل عنها طبعا القائمين على ادارة اتحاد الكرة في مصر ويسأل عن كل علامات الاستفهام احنا منتظرين من اتحاد الكرة سواء فيما يتعلق بكيفية اصابة اللاعبين ليه منتخب مصر هو المنتخب الوحيد اللي فيه هذا الكم الكبير جدا من الاصابات ليه الفرقة سفرت من غير ما يكون معاها رئيس بعثة ليه ما كانش فيه محاولات للتواصل معه او الضغط خليني اولا على اتحاد الافريقي لمحاولة ايجاد حال يخرجنا من الازمة او المؤذب اللي احنا عايشين في ان احنا مش هنحاسب حد دلوقتي غير نفسنا هل احنا خدنا الخطوات اللي تقدر تخلينا نضغط على الكاف ان المباريات دي تتأجل لحد ما منتخب مصر يبقى قادر ان هو يشارك او يبقى فيه العدد المطلوب للقيمة ان هو يشارك في المباريات دي ده السؤال او دي علامات الاستفهام اللي احنا محتاجين اجابة عليها علشان بعد كده نشوف احنا هنلوم مين يعني الاول نلوم نفسنا ونشوف نفسنا احنا اخدنا الخطوات الكفاية ان احنا نقدر نشارك في البطولة دي او تتأجل عشاننا ولا لا الشكر لابد ان احنا نوجهه لسفير مصر في تونس السفير معالي سفير ايهاب فاهمي الحقيقة كان متواجد مع بعثة المنتخب وحاول ان هو يحل ويتدخل عشان يسهل من المأموريات ولكن طبعا النتيجة للأسف ما كانتش على قد المستوى لانه زي ما قلنا حضرتكم وبالمناسبة هو مش الاتحاد الافريقي هو المنظم للبطولة دي هو اتحاد شمال افريقيا اتحاد اقليمي يعني وكل شكر والتقدير لاشقاء في تونس وتحديدا كمان وزارة الشباب ورياضة في تونس اللي قاموا بدور كبير جدا عشان يساعدوا المنتخب المصري في موقفه الصعب الحقيقي